صدقت الحكومة البرازيلية على قانون قرار الاعتراف بأراضي السكان الأصليين الذين كانوا قد طردوا من بعضها لدى إعلان دستور عام 88 واحتفل السكان الأصليون بهذا القرار الذي جاء في وقت متأخر بعد أن جعل لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيس الحكومة البرازيلية الجديد قضية أراضي السكان الأصليين أولوية ووقعت في إبريل الماضي مراسيم تعترف بستة أقاليم جديدة لسكان الأصليين